اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في مؤتمر صحفي عن إصابة سبعة أشخاص في الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا المستشد واتخذت الوزارة إجراءات احترازية تحسبا من تفشي فيروس كورونا المستشد عقب الاجتباه بتواجد عدد من الحالات المصابة في أحد فنادق محافظة بيت الأحمى واستنفرت المؤسسات الفلسطينية واتخذت جميع التدابير الوقائية لمواجهة الفيروس ودعت الوزارة إلى ضرورة وقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية والرياضة في بيت الأحم لمدة أربعة عشر يوما تحسبا من انتشار فيروس كورونا وعاملت على تحويل مركز الإدمان في بيت الأحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية والمصابة ودعت إلى تحويل فندق إنجل في بيت جالا إلى مركز للحجر الصحية وأعلن محافظون أبلس وبيت الأحم وجنين جملة من القرارات الخاصة في كل محافظة على حدة فيما يخص دخول الأماكن العامة أو حتى المدن الرئيسة من قبل الأجانب والزوار ففي بيت الأحم تم تعميم على كافة المستويات للبدء بتنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة الفيروس وتم تحذير وسائل الإعلام والمواطنين وكافة الجهات من أي حالة استغلال أو تهويل وأعلنت مديرية الأوقاف في بيت الأحم عن إغلاق 27 مسجدا في مناطق مختلفة من المحافظة هذا وبشرت أيضا وزارة النقل والمواصلات تعقيم حافلات النقل العام في محافظات بيت الأحم مبدئيا على أن يتم العمل بذلك لاحقا في مختلف المحافظات وأيضا أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة طريف عشور أن نتيجة عينة المسح من فيروس كورونا التي أخذت لمريض في مستشفى درويش نزال بقلقيلة كانت سلبية أي غير مصابة بفيروس كورونا وبشرت الإدارة العامة للحدود باتخاذ جميع الإجراءات التي وردت في بيان مجلس الوزراء للتعامل مع كورونا شكرا